أولى الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتماماً متزايداً بتنمية المناطق الحدودية خاصة سيناء فإلى جانب الجهود العسكرية التي خاضتها الأجهزة الأمنية لتطهير أرض الفيروس من البؤر الإرهابية انطلق قطار التنمية في كافة المجالات وأشارك أبناء وقبائل سيناء في قطار عملية التنمية الشاملة لسيناء فضلاً عن استفافهم إلى جانب الجهود الأمنية والتنموية التي قادتها الدولة المصرية لمحاربة الإرهاب في سيناء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة